موسيقى يعني هو كده غير ان حد فيه يتحد رايح يعني هجاية لسه دلوقتي ومعها خمس اطفال معها قد ترخيرها يعني قد ترخير اطفالها حد يبقى يقول لي ده اصداء عشان الناس ايه والناس تعبان لا هو خلاص ندر نقول ان المصريين هم هو ده تفكير مصري ليس من الان انما من فترة طويلة جدا المصريين في الانتخابات النيابية في معادة الانتخابات اللي بتبقى فيها على شخصة وحالة ببلاها وضع تاني انما في الانتخابات النيابية وديها بيزيدوا شوية يقول له شوية انما هو ده الشكل النهاردة الشعب اذا كان هو رأيه انه ما ينتخبش الناس او يروح بالاقبال ضعيف والله هو حر هو اللي يعني النهاردة انا في رأيه انا اختار الناس يقوله بقى السبب ما راحش الشبب عايز يروح يروح ما راحش هو حر برضه تمام يعني انا في تقدير هذا الكلام انما انا بقول انا شخصيا انا شايف انها علاقة بين الناخب والمرشح والحزب لو في احزاب بحق وحقيه ولهم موجود في الشارع وفي حرق في الشارع ده مية وخمسة حزب لو دول مية وخمسة حزب بحق وحقيه يعني ده لو كل حزب ليه مشيعين ونص اطباع وكلام ده كله كل حزب بس ليه عشر تلاف خمساشر الف واحد بيحبوه بيكلموا ده كله في مية يعني كان حبه فيه موضوع تاني خالص غير كده انما المسألة حقيقة هو ده كده حد عايز يسأل عزوف ولا كلام ده كله يشوفوا ليه الناس بتعزب دي المفترض دي ما فيه هيئة ما لجنة ما متخصصين من علم نفسه علم اجتماع وعلم تربية وامن وكلام ده كله يسألوا يشوف الشعب المصري ليه ما زاله اما الفكرة النهار ده ان كل واحد الاراء الانطباعية كل واحد بيها الحياة بيبقى حدا انطباع بتاعه هو وبيحاول يفرضه على انه هو ده الحقيقة وكلام ده كله زي الكلام اللي سمعناه في الفترة فاتت انا شايفه انه بعيد عن حقيقة واقع الامر احنا عارفين ان بعد ساعتين من دولتي تقريبا اللي ده اليوم الاول من الاعادة حينتهي احنا عندنا الربعمائة وتمانين مرشح الربعمائة وتمانتاشر مرشح بتنافسه على مئتين وتسعة مقعد في البرلمان او في مجلس النواب احنا عندنا اربع دواير للوسطة والرملو ده منهوره بنسويف تم اقاف الانتخابات فيهم بقرار من الاحكام قضائية صدرت في هذا كلام من القضاء الاداري العدد الدواير الانتخابية اللي بيجرد فيها الانتخابات نرى تسعة وتسعين دائرة على مستوى المحافظات وفيه 12.599 لجنة فرعية دائرة من النهاردة يعني شوف لهم يبقى 12.595 لجنة فرعية لجنة فرعية دي لجنة فرعية لجنة اساسية بيبقى فيها قاضي وفيها سادة الاداريين اللي مولدين وفيها ناس وفيه شرطة وفيه كذا وفيه كذا شوف ده كله والنس ما تنزلش يعني احنا عارفين ان المقاعد الفردية اتحسم اربعة من الجولة الاولى المرحلة الاولى احنا عارفين كانت 18-19 اكتوبر وقعدت يومين في 14 محافظة ليزا في يوم بنسوي في المينيا اسوت ودرديد سهاد انا لقص الاسوان البحر الاحمر اسكندرية البحيرة مرسى مطروح البحر الاحمر كانت في اول في 18-19 اكتوبر في حلاب وشلتين اكتر اقبال ممكن يبله هناك العدد اللي هناك كل الناخبين اللي حينتخموا مثلا 2000-03 اي عدد على حصل في الجولة الاولى وفي جولة الاعادة يمكن في مشاهد عندنا من الحاجات النهاردة الناس الكبار ما عارفش يا ابو الالها لو عندك يعني النهاردة واحد من اهلينا اللي هو فرد عبدو علي عنده 65 سنة وراي على كرسي متحرك فهو بيكلم بقول ان يعني انا حاسس ان اذا دوري وانا لازم اعمل هذا الكلام والناس اللي اعادة ما بتروح شيء يعني او بيقول رسالة واقع الامر يعني ادي النماذج برضو واحدة ستة يعني ان مساءت انتخم كل حبس نمعاش بطاقة القاضي عم قال كل الادر يعمل له الرئيس اللجنة قال لها تب حط يديك في الفصور عشان تبقى هي لوانت ايديها وانما مش هيقدر يسمح لها طالما نمعاش بطاقة رقم قومي وهي مش عارفة وربما يكون حد من المرشحين خد البطاقة منها عشان يضمن انها تروح الله اعلم يعني النهاردة برضو حالة من الحالات الداخلية واحدة ست مقعدة برضو لما شافت المرة اللي فاتت في الجولة في الانتخابات بتاعة 18 يناير الجولة الاولى واحد برضو كانش قادر ينزل كلمت الداخلية وبعتولها عربية اسعاف لغاية انها خدتها ودخلتها فيه فيديوات لكده بس انت يبقى العلم معايا ولا مع اللجان اللي فاضي ديت ولا مع مين انت مش فاهم النهاردة فيه فلاجنا مثلا من اللجان لحداته مدرسة اطفيح الابتدائية المشتركة رقم واحد ست ما شاء الله ربنا ايديو تطرع عمر تسعين سنة كتريح رايحة حريصة لما نيبي انا كان نفسي يبقى فيه كاميرا وحد ده يعني انا بدلا ما بنسبت كاميرا في شارع فاضي زي ده ولا بتاعة الفاضي دي على المفرش احنا شفنا المفرش حاله اول اللي في اللجنة ده بدلا من نسبت ده انا حالة زي دي كان نتكلم معاها ايه الحكاية وايه الموضوع فنشوف النهاردة حالة نرصد النهاردة مؤكد انه حيبة كان نحوار تسعين سنة وطلعوا ورايحوا حريصة انه تعمل هذا الكلام يعني الواحد دايما بقول دايما لما الواحد بيتكلم للشباب الصغير اللي هو بيفرد اللي في سننا طالعين من الدنيا انتو داخلين الدنيا يعني انتوا اللي هتعيشوا وانت يهمك ان تعمل دلوقتي حاجة كويسة ويهمك ان تعمل ويبقأ كل حاجة مظبوطة ويهمك انك انك انت تشارك انما ه小باب معزور مين اللي علمو مين اللي علمو فكرة المشال لا في حزب تمام والناس يقولك عشان مفيش سياسة في بداية مفيش مش عارف نشاط سياسي في الجمعات مين قال ان الجمعات معمولة عشان نشاط السياسي نشاط السياسي الاحزاب ولا يجب ان انا ننقل الاحزاب ولا اعمل حاجات الاحزاب داخل الجمعة ده غلط الجمعة للعلم انما انت كشاب في الجمعة من حقك لك وكون لك نشاط سياسي ولك نشاط رياضي لأي نشاط نشاط الابتماعي انت تعمل ده بس مين المدرسة بتاعت اللي هي اللي حتعلمك الحزب ما هو الأحزاب برا هي اللي بطلعت وكل ما حد يتكلمنا دلوقتي من الفرقة التنظير على مصر كلها فيقول لك يا كاميرون شوفوا كاميرون رئيس الوزارة بريطانيا 49 سنة وهو بدء من هو دخل الوزارة رئيس حكومة وهو عنده 44 سنة اه ماشي بس يشوف كاميرون ده هو بقى في حزب بتاعه ده من امتى وفي الحزب ده حد بقى يريب ياريت حد يتعمل ده يشوف بقى هناك الكاميرون ده بقى اول ما بدأ مثل دخل 15 سنة او اقل او اكتر لما دخل بقى دخل فين واشتغل من تحت في المجتمع على على ازر خلية زي عندنا هنا كده الاحياء او الحادات المحلية ويبتدي يتعلم من ده ويبتدي التواصل مع الامور من ده يأخدها من تحت لتحت في الانتخابات الصغيرة يعني بانتخب على مستوى حي صغير على مستوى حي بيخش الانتخابات دي ولا غاية ما بقى في دخل حزب والمحافظين او لما حد في حزب العمال بيخش هناك في الحزب العمال فالحكاية بيبتدي من تحت هم وده هي دي اللي بتعلم الكوادر الكوادر السياسية الاحزاب هي اللي تسقلها وهي اللي تتعلمها مش المدرسة مفيش حال الواحد يروح ياخد عشان عايزي نائف البرلمان ياخد له وسن سنتين دراسة في حتة مفيش ده ده هو عمل ميداني وده عمل حزبي وهو ده دور الاحزاب مش دور اي حد تاني فيولي يقول له اصلا الجمعة ما فيهاش ما للجمعة والجمعة في الدلترة فيها سياسة ده ديها هناك بفلوس انما انت في الجمعة هناك وكلام ده كله وما فيش والاحزاب ما تخدش تتباره في الجمعة وتقال لا 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 انت بتتعلم الشغل ده في الاحزاب وبتتعلم ده كله على الطبيعة فبتبتدي ايه بقى انت علاقك بالقاعدة الشعبية خدتها من تحت من اخر حتة تحت يعني اصغر نسير في المجتمع هو انت بتنزله ده وتبتدي معاه من تحت من تحت كده لغاية ما توصل فده كده لما تبقى انت خمساشر سنة حتتتعلم لك خمساشر سنة كمان ولا عشرين سنة كمان ولا خمس وعشرين سنة في الشارع تبقى انت تبقى استاذ الاساسة وانت عندك ربعين سنة بس في ايه في العمل ده اما دي بقى حد يشتغل في عمل حاجة منصب فيه شغل السياسة منصب فيه سياسي زي المحافظ ده منصب تنفيذي وسياسي طالما انك هتتعامل مع مجتمع وناس وكلام ده كله خلاص بالموضوع اما ايه ده هو غير مؤهل ده ما تعلمش ده حيفشل حيفشل ومش اللي قمش عليه ولا اللي احنا ما عندناش ما عندناش الموضوع ده ما عندناش الحكاية دي فاحنا النهاردة ليه الناس مددش ليه لان الناس تبقى حد حيروح انتخب حد ما يعرفوش ما هو ما يعرفوش الناس بحقيقة وحقيقة ما عرفوهمش ما حدش عارف حد وبعدين مين اللي خلق فكرة ان الموسم الانتخابات ده موسم منفعي فيه منافع فيه يعني فيه سبوبة كويسة بتحصل فيه ما هو بدأها ده بدأت رسميا من الحكومة وشعبيا من المرشحين رسميا من الحكومة لما كان الحزب الوطني وهو في الانتخابات يسقط الديون من على المزارعين او مش عارف يقل ايه للمزارعين او يلغي المخالفات للناس اللي بانت على اراضي الزراعية او بالمخالفة للقانون فكان ده كل اربع سنين عشان المقاعد عشان يضمن عشان الحزب يضمن البقاء في الكلام مين اللي هو ده فبقى الموسم من انتخابات الناس بتستناء كانوا بينزلوا عشان فيه من فعل وراء المسألة لغاية ما نروح للحالة الفردية الناس بقى لغاية ما شوفنا الصابون والسكر والزيت والكلام ده كله او